بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أخضر الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثالث التأهيلي وهو المرحلة التأهيلية بالتأكيد يسعد بتواجدي من خلالها معكم والأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم سورة البروج من الآية رقم ثلاثة وحتى الآية رقم أربعة تعليمات هامة يجب علينا في البداية اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له ثالثا رابعا ستحصل على نجمة عند كل تكرار مع المعلم إذن يا أبطال لا ننسى أن نختار المكان المناسب للتعلم الذي يساعدني على التركيز بعيد عن كل شيء يشغلني يا أبطال مثل بعض الألعاب كور سيارات عروسة أي شيء يشغلك عن الدرس أجعله بعيدا عني أحضر جميع دواتي الكتاب يكون بجانبي حتى أستطيع الانتباه لهذا الدرس بشكل صحيح ولا تنسى دائما أني أريد منك مساعدتي على تلوين النجوم التي ستكون لدينا إثناء تلاوتنا لصورة البروج في هذا الدرس ستكون مساعدتي من خلال أن تقوم بالتكرار بعدي وبهذه الطريقة سنستطيع تلوين النجمة التي لدينا ثلاثة نجوم نقوم بتلوينها من خلال التكرار لا تنسى يا بطل وأنت كذلك رائعة مهم جدا أن تقومون بمساعدتي عند التلاوة تأكد أن هذا الكتاب هو الذي لديك كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي الفصل دراسي الثلاثة صفحة الدرس هي الصفحة رقم عشرة هي صفحة الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب بعد هذا الدرس أن تعرف اسم السورة بشكل صحيح أن تكرر الآيات خلف المعلم بشكل صحيح وأن تنطق آيات سورة البروج من ثلاثة إلى أربعة بشكل صحيح تفهم معاني الآيات بشكل صحيح تحفظ سورة البروج من ثلاثة إلى أربعة بشكل صحيح إذن يا أبطال لا ننسى من المهم جدا أن نقرأ بالطريقة الصحيحة من خلال الاستماع بشكل جيد للمعلم ثم أقرأ الآيات بالطريقة الصحيحة ثم أحاول حفظها حفظ هذه الآيات التي نقوم بتكرارها ثم في الأخير لدينا أن نفهم هذه المعاني هذه خطوات الدرس التي لدينا لهذا اليوم السلوكيات والأخلاق أولا الإخلاص بأن أقصدها باستماع القرآن الكريم وجه الله تعالى ثانيا حسن الاستماع والإنصات لتلاوة القرآن الكريم ثالثا تعظيم القرآن الكريم وأنه كلام الله العليم الخبير إذن مهم جدا أن نحسن الاستماع والإنصات للقرآن الكريم وتلاوته لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك بمعنى أن نريد أن يرضى عن الله سبحانه وتعالى وأن نفعل ما يأمرنا به فنحن نتعبد الله بالاستماع والتلاوة لهذا القرآن الكريم و القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل عليه السلام وهو أحد الملائكة كل هذه تدل على عظمة هذا القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لديكم في الكتاب يا أبطال في صفحة الدرس رقم 10 الدرس الأول سورة البروج الجزء الأول من آية رقم 1 إلى الآية رقم 9 بالإمكان تصوير إذا لم يكن لدي الكتاب أن أقوم بتصوير هذا البركود وسيتوجه بمباشرة إلى رابط الدرس الرقمي من خلال تصوير هذا البركود و من المهم جدا كذلك بإمكانك أن تحفظ من خلال القرآن الكريم ولكن يجب عليك عندما تريد القراءة من القرآن الكريم أن تكون على طهارة و أن تكون متوضعاً قبل أن تقوم بلمس المصحف ولمس القرآن الكريم ولمس آيات القرآن الكريم فمهم جداً أن أتوضأ قبل ذلك و أقرأ و أقوم بي أن عندما يقرأ إلى الساد مثلاً عندما أبدأ بسورة البروج و السماء ذات البروج يتبع بوضع أصبعه أو قلم على الآيات التي نقوم بقراءتها بهذه الطريقة سيستطيع المتابعة بالشكل الصحيح و كذلك بالإمكان من الكتاب و كذلك من الرابط الرقمي كلها مناسبة لمتابعة هذا الدرس لا ننسى دائماً الاستعاذة و البسملة عند قراءة القرآن الكريم بأن أقول في بداية قراءتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و إذا كنت في بداية السورة فإني أقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الاستعاذة و البسملة سورة البروج إذا لدينا وصلنا إلى الآية و نحفظ في هذا الدرس الآية رقم ثلاثة و الآية رقم أربعة الذي أريده منك مساعدتي في تلوين هذه النجوم الثلاث من خلال تكرارك للآيات عندما أقوم بقراءتها هيا بنا يا أبطال مستعدين جاهزين إذن نبدأ على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و شاهد و مشهود و شاهد و مشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود أحسنت بهذه الطريقة و بهذه البساطة كذلك استطعنا تلوين هذه النجوم فقط أريد منك أن تقوم بالتكرار والتركيز لأنه في الأخير نريد أن نقرأها بطريقة صحيحة و كذلك نحفظها بالطريقة الصحيحة مهم القراءة و مهم كذلك حفظ هذه الآيات هيا مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و شاهد و مشهود قتل أصحاب الأخدود و شاهد و مشهود قتل أصحاب الأخدود أحسنت الآن حصلنا على النجمة الثانية و الثالثة معا قمنا بتكرار هذه الآيات لثلاث مرات بهذه الطريقة قمنا بالحصول على جميع النجوم الأهم أن تقوم بالتكرار عند تلاوتها عندما أقوم بالتلاوة فأنك تقوم بالتكرار بعدي بهذه الطريقة تساعدني في الحصول على النجوم الثلاث و من المهم جدا بعد ذلك عندما ننتهي من الدرس أن تقوم بتكرار هذه الآيات تكرارها العديد من المرات حتى تستطيع حفظها يا بطل الآن نحاول ربط هذه الآيات ربط هذه الآيات بالسورة الكاملة و مع ما حفظنا في البداية مهم جدا نبدأ بالتكرار حتى نستطيع ربط ما تعلمناه في هذا الدرس مع الدرس السابق الذي لدينا حتى نحفظها بطريقة مسترسلة بدءا من الآية رقم واحد و حتى الآية رقم خمسة نتذكر دائما نبدأ بالاستعاذة والبسملة إذا كنا في بداية السورة نذكر البسملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود و شاهد و مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أحسنتم يا أبطال في هذه الطريقة نكون قرأنا ما حفظنا في هذا الدرس و كذلك في الدرس السابق ثم نتذكر يا أبطال معاني الكلمات معاني الكلمات التي أشرنا إليها و شاهد و مشهود تعلمناها في الدرس السابق ما المقصود و ما هو معنى شاهد و مشهود هل أحد منكم يذكرها بدون أن يشاهد الكتاب أمامه و شاهد و مشهود ذكرناها في درسنا السابق هل أحد منكم يتذكر ما الذي نقصده ب و شاهد و مشهود ذكرنا أن الشاهد هو الذي يشهد و المشهود هو الذي يشهد عليه هذا هو الذي نقصده ب و شاهد و مشهود بعد ذلك لدينا قتل قتل أصحاب الأخدود بمعنى لعنى و هؤلاء أصحاب الأخدود هم قاموا بتعديب مجموعة من المسلمين فالسبب في لعنهم أنهم آذوا بعض المسلمين فالله قال عنهم سبحانه و تعالى قتل أصحاب الأخدود لأنهم آذوا بعض المسلمين إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس يا أبطال شكرا لكم على استماعكم و انصاتكم ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله و تعالى طبتم و طابت أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته